السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة موعدنا مع مراجعة ليلة الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني امتحان آخر العام فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب السؤال الأول اختر إجابة صحيحة واحد تم تشييد القلاع والحصون في مصر قديما بهدف يبلك مجموط اختيارات عن اختار منها حماية البلاد رقم اثنين المصدر الأول للعملات الأجنبية في مصر يتمثل في النشاط يبلك مجموط اختيارات عن اختار منها السياحين رقم ثلاثة عند زيارتك لأحد المناطق الأسرية عليك الالتزام يبلك مجموط اختيارات حسن معاملة السياح رقم أربع أسهمت منظمة اليونسكو في إنقاذ إحدى المناطق الأسرية في مصر من الغرق فنختار معبد أبو سنبل رقم خمسة إذا أردت زيارة أحد مواقع التراث الطبيعي في القاهرة فإنك سوف تتجه لزيارة نغط فنختار محمية الغابة المتحجرة إذا أردت الاستمتاع بشكل هياكل الحيتان التي تكونت في مصر منذ 40 مليون سنة فإنك ستزور إحدى المحميات الطبيعية في محافظة وهي نغط فنختار الفيوم إذا أردت التمتع بالمناظر الخلاب والشعاب المرجانية فعليك زيارة مدينة نغط شارم الشيخ يمثل حضور والدك مؤتمر النقل الزكي نموذج لي نغط فنختار سياحة المؤتمرات والمهرجانات يقع دير سانتي كاترين في محافظة نغط جنوب سينا المنظمة التي خصصت يوما عالميا للتوعية بحماية التراث الوطني هي منظمة نغط اليونسكو تنصح زميلك عند زيارته لأحد الأماكن الأسرية بأن يقوم بي نغط فنختار المحافظة على نظافة المكان من المواقع التراثية المسجلة على خريطة التراث العالمي لليونسكو في مصر نختار وادي الحيتان إذا أردت دعوة أصدقائك الأجانب لمعرفة الجوانب الثقافية لمصر فإنك تقترح عليهم زيارة نغط دار الأبرى إذا رغب أحد أصدقائك في قضاء إجازة ترفيهية فيمكنك توجيهه لزيارة نغط مدن البحر الأحمر الشخص الذي يعاني من بعض الأمراض الجلدية يمكنه زيارة نغط نختار واح السيوة إذا قمت بتخطيط لرحلة سياحية للمناطق السياحية العلاجية في مصر فإنك تختار نختار إيه؟ فإنك تختار فهنا نجيب لك مجموعة اختيارات نختار عيون موسى بسينا إذا أردت زيارة أحد مناطق التراث الثقافي في طابة فإنك سوف تتوجه لزيارة نغط نختار قلع الصلاح الدين تستهدف المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة تحقيق مغط فنختار السياحة المستدامة تبزل الدولة جهودا كبيرة للحفاظ على المناطق الأسرية منها فنختار ترميم المناطق الأسرية مجموعة الدخول التي تحقيقها الأنشطة الاقتصادية والخدمات بمصر يطلق عليها الدخل القومي تجري جمهورية مصر العربية تعددها السكاني كل فنختار عشر سنوات تتضمن العملة الورقية التي أمامك وسيلة ناقل أخزان المصريون قدماء عن الهكسوس إذا أردت تصدير مصادر الطاقة عبر مواني البحر المتوسط فعليك بالتوجه إلى ميناء ضميار وضعت الدولة كاميرات على الطرق وملصقات إلكترونية على كل سيارة بهدف حصر أماكن الكسفات السكانية تنصح زميل لك باستخدام النقل المائي وذلك لأنه أرخص وسائل النقل عندما تريد الإقامة في محافظة حضرية فعليك التوجه إلى محافظة يبلك مجموعة اختيارات بور سعيد ثاني أعلى محافظات مصر من حيث نسبة الأمية محافظة نختار بني سويف يتولى رئيس الجمهورية الرئاسة عن طريق الانتخاب مصر أول دولة إفريقية والشرق الأوسط استخداماً لنختار القطارات يمثل السلطة التشريعية في مصر عن اختار مجلس النواب السؤال الثاني ضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارات غير الصحيحة تساعدنا قائمة التراث العالمي على معرفة مواقعنا التراثية الثقافية والطبيعية العبارة صحيحة تعد صيانة منطقة الأهرامات من مشروعات تطوير التراث العمراني بالقاهرة العبارة خطأ تم إنشاء القلاع لحماية البلاد من الأعداء وهي تعد من مناطق التراث الطبيعي العبارة خطأ تراعي المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة حقوق زوء الاحتياجات الخاصة والأطفال والشيوخ العبارة صحيحة معبد الدير البحري من أقدم الأديرة الدينية في مصر العبارة خطأ التعامل الآمن مع المخلفات بالمنشآت السياحية يضر السياحة المستدامة العبارة خطأ يرجع تاريخ منطقة أبو مينا بالإسكندرية إلى الحضارة المصير القديمة العبارة خطأ كلما اتسعى المشاط السياحة في الدولة كلما ازدادت نسبة البطالة العبارة خطأ إذا قمت بزيارة معرض الكتاب الدولي فأنت بذلك تقوم بسياحة المؤتمرات والمهرجانات العبارة صحيحة تختار اليونسكو بعض الأماكن الفريدة والمميزة لتكون ضمن قائمة التراث العالمي العبارة صحيحة عند زيارتك لمدينة الدهب على ساحل البحر الأحمر فأنت تقوم بسياحة علاجية العبارة خطأ ساهمت منظمة اليونسكو في إنقاذ معبد أبو سنبل من الغرق بعد بناء السد العالي العبارة صحيحة إذا أرادت الدولة الحفاظ على المصدر الأول للعملات الأجنبية فعليها بدعم الأنشط السياحية العبارة صحيحة تعد مدينة الطيبة من المواقع التراثية المسجلة على خريطة التراث العالمي العبارة صحيحة كلما تطورت أساليب التصويق السياحي ووسائل المواصلات زادت الأنشط السياحية العبارة صحيحة تخيل أنك ذهبت في رحلة إلى معبد الكرنك فأنت بذلك تقوم بزيارة منطقة للتراث الثقافي العبارة صحيحة تمثل زيارتك لمكتب ترسكندرية نوع من السياحة الترفيهية العبارة خطأ إذا كنت مسؤولا عن تنشيط السياحة في مصر فعليك تطوير وسائل النقل والمنشآت الفندقية العبارة صحيحة يعد تناول الطعام والشراب بجوار المناطق الأسرية أمر مقبول العبارة خطأ حماية الشعاب المرجانية في مصر تدعم السياحة المستدامة العبارة صحيحة استخدام ضوء الكاميرا عند التقاط الصور يمكن أن نؤسس سلبا على الأماكن الأسرية العبارة صحيحة زيارة السائحين لمعبد الأقصر تعد زيارة لمنطقة تراث طبيعي العبارة خطأ إذا ذهبت في رحلة إلى منطقة وادي الحيتان في الفيوم فأنت بذلك تكون قمت بزيارة منطقة تراث طبيعي العبارة صحيحة منطقة القاهرة التاريخية من أهم وأكبر المدن التراثية في العالم العبارة صحيحة تضم منطقة وادي الحيتان مجموعة من الأشجار المتحجرة على شكل قطع صخرية العبارة خطأ الشخص الذي يحتاج إلى علاج واستجمام عليه الزيارة العيون الكابريتية بسيوى العبارة صحيحة عند زيارتك لشواطئ الإسكندرية فإنك تقوم بسياحة ترفيهية العبارة صحيحة عند زيارتك لأهرامات المعز والخان الخليلي فأنت تقوم بسياحة دينية العبارة خطأ عند زيارتك لمعرض القاهرة الدولي لكتاب فأنت تقوم بسياحة علاجية العبارة خطأ توضع علامات المرور الأرضية مصار تحرك السيارات العبارة صحيحة السؤال الثالث أكمل العبارات التالية بالإجابة المناسبة من بنك الكلمات واحد بنى صلاح الدين صور مجرى العيون للتوصيل مياه النيل عبر الصواق إلى القلعة من أهم المدن التراثية في العالم مدينة القاهرة توفر السياحة قرص عمل للشباب تعد نقط السياحة المصدر الأول للعملات الأجنبية في مصر تخطط الدولة لتطوير منطقة الأهرامات بهدف تحويلها إلى متحف مفتوح في رقم اثنين واحد العلامات نقط التحذيرية هي التي تحذر من المخاطر المحتملة اثنين كان الفرعون في مصر قادما يعين يعين نقط حاكم لكل إقليم دخلت أول سيارة مصر في عهد الخداوي نقط توفيق الجهاز المسؤول عن إجراء التعداد السكان في مصر هي الجهاز المركزي للتعبئ العام والإحصار خمسة الأمية نقط المعلوماتية هي عدم قدر الفرد على تشغيل الأجهزة الإلكترونية رقم ثلاثة تعتبر محافظة القاهرة أعلى محافظات مصر سكانا اخترع المصريون قدماء الكتابة الهيروغليفية يختار رئيس الجمهورية خمسة في المئة من أعضاء مجلس النواب الجهة المسؤولة عن سن القوانين هي مجلس النواب تعتبر جامعة نقط أون هي أول جامعة في التاريخ تعد محافظة نقط ألمينيا أعلى محافظات مصر في نسبة الأمية يستخدم نقل نقط المائي في نقل البضائع السقيلة في نقل البضائع سقيلة الوزن وكبيرة الحجم يشتهر سكان الصعيد بإنشاد نقط السيرة الهلالية يتجه سكان الريف إلى الهجرة إلى المدن نقط السلطة القضائية هي سلطة مستقلة تتولاها المحاكم المتنوعة السؤال الرابع أكتب ما تشير إليه العبارات التالية واحد كان يقوم بتعيين حاكم لكل إقليم في مصر قديما الملك أو فرعون سياحة تتمثل في زيارة المدن الشاطئية مثل مدينة الدهب في هي حصر شامل للسكان لتحديد الخدمات التي يحتاجونها التعداد السكاني منطقة في الإسكندرية تعد مظارا دينيا مهددة بالتآكل أبو مينا أقل المحافظات من السكان بسبب صعوبة مظار السطحها جنوب سينام المواقع الطبيعية الجميلة ذات القيمة العالمية التي لا يتدخل الإنسان في صنعها التراث الطبيعي هو الدخل الذي تحققه جميع الأنشطة الاقتصادية في عام واحد الدخل القومي عيد يجذب السياح في واحد سيوى عيد السياحة هي علامات توضح معالم الطريق للصائق علامات إرشادية سياحة تعتمد على زيارة العيون الكابريتية والرمال الساخنة للعلاج أو الاستجمام علاجية سياحة علاجية هي عربات تجورها الأحصنة ودخلت مصر مع غزو الهكسوس العربات الحربية عدم القدرة على القراءة والكتابة الأمية الهجائية تظهر تقديرات لعدد سكان مصر الساعة السكانية يشتهر بإنشادها صعيد مصر على لسان الراوي السيرة الهلالية مدينة عد من أقدم المدن التاريخية وأكبرها في العالم القاهرة منطقة أسرية تمتد من أبو سنبل إلى فيلة أصار النوبة متحف تم إنشاؤه في أسوان متحف النوبة الأماكن السياحية والأسرية ذات القيمة العظيمة مثل المعابد والأهرامات والمساجد التراث الصقافي دير يقع في محافظة جنوب سينا دير سانتي كاترين عدم قدرة الفرض على تشغيل أجهزة تكنولوجية والتواصل من خلالها الأمية المعلوماتية قائمة تساعد على معرفة المواطنين بالتراث الصقافي والطبيعي في وطنهم التراث العالمي الذين يسكنون السحاري المصرية ويعملون بحرفة الرعي البدو إحدى القلاع التي بنيت في طابة لحماية الطرق البرية والبحرية لمصر صلاح الدين كان بناؤه سببا في إنقاذ النسك لمعبد أبو سنبل السد العالم منطقة كان يغطيها البحر قديما وتحتوى على حفريات لأسماك وهياكل وعظام لحتان ضخمة وادي الحيتان سياحة تدمعمها مصر للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية سياحة مستدامة مناطق ظهرت بسبب هجل سكان الريف للمدن العشوائيات هي علامات تشير السلوكيات التي يجب تجنبها أثناء القيادة علامات المانع عملية حصر شامل للسكان تجريه الدولة كل عشر سنوات التعداد السكاني هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو يعبر عن كل ما تركاه لنا الأجداد من أماكن تاريخية وفنون وصناعات التراث الصقافي مسؤول عن أمن الوطن ورعاية مصالح الشعب رئيس الجمهورية سلطة مستقلة تتولاها المحاكم المتنوعة السلطة القضائية أعلى محافظات مصر سكانا لأنها العاصمة القاهرة محمية توجد في شرق المعادي بمحافظة القاهرة الغابة المتحجرة يسكونون الصحاري ويمارسون حرفة الرعي البدو السؤال السادس بما تفسر أهمية منطقة أبو مينة كموقع تراث عالمي لأنها مازارا دينيا وأساريا يرجع لفترة الحكم الروماني لمصر رقم 2 بما تفسر أكتب تفسيرا واحدا لمنع التقاط الصور بالقرب من القطع الأسارية تؤثر سلبا على الآثار أهمية السياحة في مصر المصدر الأول للعملات الأجنبية وتوفر فرص العمل إدراج منطقة وادي الحتان على قيمة التراث العالمي لأن بها هياكل وعظام لحتان ضخمة كانت تعيش قبل 40 مليون سنة أكتب تفسيرا واحدا لاهتمام الدولة بالمناطق الأسارية لحمايتها والمحافظة عليها وجذب السياح بما تفسر منطقة أبو مينة مهددة بالخطى بسبب تآكل الطربة والمباني بما تفسر بناء القلاع والحصون في مناطق مختلفة في مصر قديمة لحماية البلاد أكتب تفسيرا واحدا لاهتمام الدولة بتطوير منطقة الأهرامات لاسترجاع صورتها التاريخية وتعظيم قيمتها الأسارية وتحويلها لمتحف مفتوح أكتب تفسيرا واحدا لاهتمام الدولة بتطوير مدينة القاهرة التاريخية لحماية المباني الأسرية والتاريخية بها أكتب تفسيرا واحدا لإصدار الدولة بعض القوانين الخاصة بالأصار للمحافظة عليها وبسبب قيمتها التاريخية والاقتصادية بما تفسر تسجيل الحكومة المصرية منطقة وادي الريان كمحمية طبيعية بسبب مناظرها الطبيعية المميزة البحيرات والشلالات والحيوانات البرية السعالب وغزلام بما تفسر اهتمام سكان الفيوم بمنطقة وادي الريان لأنها مصدر داخلي لهم من السياحة بما تفسر اهمية قيمة التراث العالمي تساعد المواطنين على معرفة التراث الطبيعي والثقافي في وطنهم اكتب تفسيرا واحدا لاهمية وسائل النقل في حياة الشعوب توفر الوقت والجهد لانتقال الافراد والسلعة بما تفسر احتفال منظمة اليونسكو باليوم الدولي لمحو الأمية في السامن من شهر سبتمبر من كل عام لتوعيد العالم باهمية محو الأمية بما تفسر اهمية مجلس الشيوخ يتم اغذر رأيه في معاهدات الصلح مشروعات القوانين الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد الدستور بما تفسر تسمية عيد الحصاد بواحد سيوة بعيد السياحة لان هذا الاحتفال يجزب السياح من كل مكان الاستمتاع بهم اكتب تفسيرا واحدا لاهمية السلق الحديدية نقل الركاب والبضائع بما تفسر اهمية التعداد السكان المصر تحديد الخدمات التي يحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل بما تفسر اهمية منصب المحافظ يقوم بعدة مهام منها ادارة شؤون المحافظة وحفظ الامن والنظام بالمحافظة ومتابعة جودة المرافق والخدمات العامة كالتعليم والصحة والاشراف على تنفيذ المشروعات التنموية بما تفسر انتشار الامية بين سكان مصر بسبب الزيادة السكانية بما تفسر ضرورة الالتزام بقواعد واداب المرور للحفاظ على ارواح الناس وتقليل الحوادث بما تفسر اهمية منصب رئيس الجمهورية مسؤول عن امن الوطن رعاية مصالح الشعب يمثل مصر محليا ودوليا بما تفسر نشاط السياحة في واحد سوى في شهر اكتوبر من كل عام بسبب الاحتفال بعيد حصاد الطمور والزيتون بما تفسر لزيادة حجم الاصرى في الريف عن الحضر بسبب قصة الانجاب والزواج السؤال السابع اجب عن الاسئلة الاتية بما هو مطلوب واحد ما العلاقة بين السد العالي واصار النوبة بسبب بناء السد العالي تعرض اصار النوبة للغرق وقامت منظمة اليونسكو بانقاذهم اثنين اكتوب مقترح واحد الحفاظ على المناطق الاسرية تشكيل لجان متخصصة لمتابعة المناطق الاسرية باستمرار وصيانتها حدد سببا واحدا لضرورة زيارتك لمحافظة جنوب سينا لان بها عيون موسى مدينة شرم الشيخ ومحمية رأس محمد ودير سانتي كاتلين رقم اربعة اكتوب سبب واحدا لقدوم السياح لزيارة بلادنا لزيارة الاماكن السياحية والاسرية والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والمناخ المعتدل رقم خمسة استبعد المكان الذي لا ينتمي للمجموعة التالية مع ذكر السبب هنا جيبنا دير سانتي كاتلين منطقة ابو مينة معبد ابو سنبل المتحف المصري الكبير فنستبعده المتحف المصري الكبير لانه متحف يضم قطع اسرية وليس مثل باقي الاماكن من التراث الثقافي المسجلة بقائمة التراث العالمي ماذا تتوقع اذا اهمت الدولة المناطق التراثية بها سوف تختفي بعض المناطق التراثية المهددة بالخطر يقل عدد السائحين ماذا يحدث اذا لم يتم تفعيل قوانين معاقبة التعدي على المناطق الاسرية والسياحية تظاهر المناطق الاسرية والسياحية اكتب دليل واحد على اهتمام سكان محافظ الفيون بمحمية واد الريان يمنعون صيد الحيوانات البرية فيها اكتب دليل واحد على الجهود التي تبزلها الدولة للحفاظ عن المناطق الاسرية والسياحية ترميم وصيانة الاصار اكتب نتيجة واحدة ترتبط على اهتمام اليونسكو بمناطق التراث العالمي التي حددتها على قائمتها ادى الى دعم السياحة وزيادة الدخل للقوم من الدولة اكتب دليل واحد على جهود الدولة في تطوير منطقة الاهرامات اقامة الدولة الفناطق وتوفير الخدمات السياحية وتطوير مناطق المحيطة وانشاء ممشى سياحي اكتب مقترح واحد الحفاظ عن المناطق الاسرية والسياحية في مصر صيانة وتطوير المناطق الاسرية والسياحية اكتب دليل واحد على اهتمام اليونسكو بالمناطق التراثية حول العالم حيث قامت بترميم مدينة الصنعاء القديمة في اليمن اكتب دليل واحد على دعم مصر للسياحة المستدامة حيث تقوم بترشيد استهلاك الطاقة في المنشآت السياحية التعامل الامن مع المخلفات الاعتماد على الطاقة النظيفة ماذا يحدث اذا ارتفعت درجات الحرارة وزادت منسوب المياه في المناطق الاسرية بمصر غارق الكثير من المناطق التراثية خاصة في المدن السياحية مثل الاسكندرية ما المقصود بالتراث الطبيعي هو المواقع الجميلة ذات القيمة العالية التي لم يدخل الانسان في صناعتها او التأثير فيها السؤال السامن اكتب مدول الارقام على الخريطة انا جبنا خريطة مصر واحد محافظة انشئ بها متحف النوبة ادي رقم واحد محافظة اسوان رقم اثنين محافظة يوجد بها محمية تضم اشجار متحجرة ادي رقم اثنين القاهرة منطقة تراثية معارضة لخطر تأكل الطرب والمباني ادي رقم ثلاثة منطقة ابو مينة رقم اربعة منطقة تشتهر بعيد الحصاد التمور الزيتون ادي رقم اربعة واحد سيوة رقم خمسة محافظة تشتهر بسباقات الهجر ادي رقم خمسة شمال سينا محافظة شمال سينا رقم اثنين واحد محافظة يوجد بها تمسال ابو الهول ادي رقم واحد اجيزة رقم اثنين اقل محافظة مصر سكانة ادي رقم اثنين جنوب سينا تلاتة محافظة يوجد بها محمية تواد الريان ادي رقم تلاتة الفيوم رقم 4 محافظة خفض بها نسبة الأمية محافظة البحر الأحمر رقم 5 محافظة يقع فيها متحة في السيرة الهلالية هذه رقم 5 محافظة قناء في رقم 3 أعلى محافظات مصر من حيث عدد السكان من حيث عدد السكان هذه رقم 1 القاهرة رقم 2 محافظة صحراوية قل سكانها على مليون نسمة هذه رقم 2 الوادي الجديد رقم 3 قناء هذه رقم 3 قناء السويس رقم 4 محافظة تشتهر بآلة السمسمية هذه رقم 4 بور سعيد رقم 5 يحتفل سكانها بعيد السياحة 1 نقاط هذه رقم 5 هذه رقم 5 1 سيوى وبكده يكونوا صلنا معاكم لنهي الدرس النهاردة أرجوكم يستفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة